اخر خمس افلام شفتهم نزلوا عن منصات والاخير هو الوحيد اللي فيهم صراحة الفيلم رقم خمسة معنا النهاردة هو فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي بطولة احمد الفشاوي محمد لطفي احمد رمزي مصطفى غريب الفيلم من اخراج رضا عبد الرازق وتأليف محمد علام الفيلم قعد في السينما خمس اسابيع اراده فيهم كان مليون وسبعمائة الف يعني الاراد تقريبا ما جابش اجر ممثل واحد من اللي في الكاس ليه الفيلم ده؟ يعني عايز اعرف ليه تعمل الفيلم ده يعني ايه الحاجة اللي شدتهم تخليهم يعملوا فيلم زي كده عشان ما تقولش عليك الفيلم مكلوش اي 30 لازمة تقييم المحللات لفيلم رهبة ورا مصنع الكراسي 4 من 10 الفيلم رقم 4 معانا هو رحلة 404 بطولة الفنانة مونة زاكي ومعها العمالقة محمد ممدوح ومحمد فراد الفيلم اسمه رحلة 404 البوستر عليه طيارة قد كده الفيلم ما زهرش فيه المطار حتى لكنه بيحكي لك في الفيلم التفاصيل اللي قبل الرحلة اللي هو قبل ما توصل للمطار على طول بالمناسبة هو ده الفيلم اللي كان اسمه القاهرة مكة والرقابة اعترضت عليه عدله فيه شوية تعديلات وخلوه رحلة 404 404 عديل اللي بيشتغل في الكمبيوتر والحاجات دي يعرف انها رسالة error اساسا فهو الفيلم انا شايف انه error فيلم واحش جدا فيه كمية شتايم خصوصا كلمة يا ابن التيت كتير قوي بشكل غير مبرر الحسنة الوحيدة في الفيلم هي طريقة سرد الفيلم دخول الشخصيات في الفيلم انت قدرت تفهمها من غير ما يحكيها لك بشكل مباشر دي الحسنة الوحيدة اللي في الفيلم رحلة 404 قعد 12 اسبوع في السينما واراداته كانت 27 مليون جنيه فيلم رحلة 404 اخراج المخرج هاني خليفة تأليف محمد رجاء تقييم المحللات يلو 5 من 10 الفيلم رقم 3 معنا النهاردة هو فيلم شماريخ تأليف واخراج عمر عرفة انا شايف ان الفيلم بطولة الشماريخ وكان ضيوف الشرف قاسر ياسين وامينة خليل الفيلم اللي ما تتفرج عليه هتحس انه قريب جدا من كلاشين كوف عائلة اجرامية نسمو خضرامة في تنفيذ الجريمة وبعدين يحصل له حاجة في النص كده تخليه يعدل اتجاهه تاني يزبط نفسه تاني اللي هو التحول من الشر للخير فيلم شماريخ قعد في السينما 14 اسبوع اراداته كانت 27 مليون جنيه فيلم شماريخ تأليف واخراج عمر عرفة تقييم المحللات له 6 من عشر الفيلم رقم اتنين معانا نبدأ نحس شوية ان فيه فيلم بيتعمل فيلم شقه اخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري والمقتبس عن رواية اميل اللصوص الحاجة الوحيدة اللي هتستمتع بيها وانت بتتفرج على الفيلم ده هو اداء التمثيل الرائع لمحمد ممدوح وامينة خليل الاثنين عاملين كاركترين جداد عليهم جدا حلوين قوي مفصلينهم على نفسهم كويس جدا فيلم اكشن لطيف ممكن تتفرج عليه في صهرة مش هتطلع منه بكسة قوية قوي ما فيهوش التويستايا القوية قوي لكن طريقة السرد بتاعته حلوة جدا وده اللي حتكتشفه في نهاية الفيلم انه ليه محمد ممدوح هو اللي بيحكي فيلم شقه قاعد في السينيمات عشر اسابيع اراده فيهم كان 78 مليون جنيه تقييم المحللات له 6.5 من عشر ومع الفيلم رقم واحد افضل فيلم اتفرجت عليه من الخمسة دول هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اخراج المبدع دائما احمد الجندي تأليف شريف نجيب وجورج عزمي الفيلم من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد والاثنين عملوا ادوار حلوة جدا انا اول مرة اخد بالي ان هان الزاهد بتعرف تمثل عمل دور حلوة قوي وهشام ماجد الفترة الاخيرة الكرف بتاعه طالع جدا ما شاء الله عليه قصة الفيلم البساطة هي عن الاكوان الموازية بشكل كوميدي جدا لطيف جدا وفيه رسائل حلوة قوي واحمد الجندي وهشام ماجد كان العادة الاثنين لازم يقلشوا على صحابهم ودي مشاهد هتعرفها جوا الفيلم لقطات خفيفة كده بس للي اخد باله فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة قعد في السينماية 10 اسابيع واراده كان 61 مليون جنيه فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اخراج احمد الجندي تقييم المحللات له 7.5 من 10 قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر فيلم عجبك حتى لو برا الخمسة دول عشان اتفرج عليه